أعزاء المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها لسرد المفاهيم والمصطلحات سواء التاريخية أو الجغرافية التي تطرح في الامتحال الجيوي الموحد أو التي يمكن أن تطرحها في الامتحال الجيوي الموحد خاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة الأولى باكالوريا إذن فلا بد من ضبط لائحات المفاهيم والمصطلحات وهي كالآتي إذن بالنسبة لمادات التاريخ فهي مقسمة حسب المجالات المعرفية بالنسبة للمجال الفرعي الأول أي تاريخ العالم إذن المطلوب منكم هو ضبط معاني المصطلحات والمفاهيم والأحداث والمواقع والأعلام أيضا تاريخية الآتية التحولات التقنية كذلك الرأسمالية المالية الفكر الاشتراكي الحركة العملية والنقابات التنافس الإمبريالي التحالفات الاستعمارية الوفاق الثلاثي والتحالف الثلاثي أيضا مؤتمر التسويل الاستعمارية الأزمات الدولية المؤدية للحرب العالمية الأولى إذن هذه عبارة تاريخية دول الحلفاء دول المحور ثم المجال الحيوي الأمم المتحدة والحرب الباردة هنا لابد من التفريق بين الأحلاف العسكرية في الحرب العالمية الأولى اللي هي الوفاق الثلاثي والتحالف الثلاثي والأحلاف العسكرية في الحرب العالمية الثانية وهي دول الحلفاء ودول المحور بنسبة المجال الفرعي الثاني فيخص تاريخ المشرق العربي إذن نخذكم دبطور بعديا لمصطلحات الأساسية اللي هي ليقضى الفكرية للمشرق العربي السلفية والعلمانية بنسبة المجال الفرعي الثالث وهو يخص تاريخ أوروبا إذن مع المصطلحات والمفاهيم التاريخية الأساسية فهي مؤتمر السلم وعادة الصلح مبادئ ويلسون للسلام أي مبادئ الرئيس الأمريكي ثم عصبة الأمم ثم الثورة البلشوفية حكومة فيمار تضخم أزمة 1929 وأزمة الكساد الكبير ثم الفاشية والنازية هنا لابد أيضا ضرورة عدم الخلط بين عصبة الأمم والأمم المتحدة أيضا عصبة الأمم أسست ما بعد الحرب العالمية الأولى والأمم المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية دائما بنسبة الشرح أو التاريخ التاريخي إذن المطلوب هو الاكتفاء بالعناصر الأساسية دون الدخول في التفاصيل والجزئيات بنسبة المجال الفرعي الرابع فهو يتعلق بتاريخ المغرب إذن نخصكم الضبطول لائحة المسطلحات والمفاهيم الأتية الضغط الاستعماري وقعة إيسلي أو معركة إيسلي اتفاقية لللمغنية حرب تطوان الحماية القنصولية الامتيازات الأوروبية إصلاحات المخزن معادة فاس ثم نظام الحماية إذن معادة فاس أو معادة الحماية نظام الحماية وهناك سننميز بين معادة الحماية ونظام الحماية الاحتلال العسكري المقاومة المسلحة الاستغلال الاستعمار الظاهر البرباري الحركة الوطنية كتلة العمل الوطني برنامج الإصلاحات وكذلك وثيقة المطالبة بالاستقلال جيش التحرير العمل الفدائي وأخيرا استكمال وحدة الترابية بالنسبة للمدات الجغرافية أيضا هناك لائحة بأهم المصطلحات والمفاهيم التي وجب ضبطها ويتعلق الأمر بالمجال الفرعي الأول مفهوم تنمية وإشكالياتها إذن أهم المفاهيم المرتبطة بهذا المجال الفرعي تنمية البشرية تنمية المستدامة مؤشر تنمية البشرية دول الشمال ودول الجنوب بالنسبة للمجال الفرعي الثاني إذن المغريب والعالم العربي أهم مصطلحات والمفاهيم المجال المغريبي الموارد الطبيعية الموارد البشرية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كذلك سياسة إعداد التراب الوطني التهيئة الحاضرية والتهيئة الريفية الخصاص المائي أو مشكل الماء ثم التصحر بالنسبة للمجال الفرعي الثالث والأخير فيتعلق بناماذج من اقتصادات متبينة النمو إذن قوة اقتصادية عظمى وهي صفة تنطبق على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الاندماج الشامل الذي يرتبط بمصار الاتحاد الأوروبي ثم قوة اقتصادية صاعدة بالنسبة للصين الشابية إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسي ونوفقها في تبليغ مضامنا ونصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته